اهلا بكم في الدرس ده هنتعلم كيفية اضاءة المشاهد عن طريق اضافة طبقات الاضاءة الى المشاهد سلسية الابعاد او الى الطبقات سلسية الابعاد يعني لازم يبقى عندي طبقات سلسية الابعاد عشان ابدأ اضيف عليها الاضاءة واشوف بقى الزلال واشوف الاضاءة ممكن اعمل بها ايه طيب تعالى نبدأ نعمل كومبوزيشن جديد وحبدأ اضيف داخله بعض الفوتج هتلاقي الفوتج دي في الفولدر اللي اسمه لايتس حستدعيها وحبدأ استخدم الصورة دي دي background كده مجرد background وفيه صورة تانية حضفها فوق الbackground الشكل ده كده ممكن اصغرها بس شوية واجبها هنا وحبدأ استخدم اداة الكتابة اعمل بس unselect لأي حاجة وابدأ اكتب اي كلمة كده وليكن مثلا ميوزيك بالشكل ده ممكن اكبر حجم الخط شوية يعني انا اصقه بقى بالطريقة اللي تعجبني وليكن مثلا كده وتعالى بقى نشوف ازاي اعمل اضاءة للمشهد ده طبعا ما فيش اضاءة دي دي الوان الصور دي الصورة دي الوانها كده والخلفية الوانها كده والكلمة لونها كده علشان اضيف اضاءة اولا لازم احول الطبقات دي الى 3D يعني لازم اظلل دول كده او احط المربعات التلاتة دول بحيث ان دول يبقوا 3D طيب وتعالى كمان نجيب اتنين view عشان ابقى شايف بشكل افضل عايز بقى اضيف الاضاءة علشان اضيف طبقة الاضاءة click main وهختار new ومن new اختار light هتظهر للنافذة دي اللي من خلالها بحدد بقى طبقة الاضاءة اللي انا عايزة اولا اسم الطبقة ممكن اسميها light مثلا وبعدين بيقولي بقى مصدر الاضاءة او نوع الاضاءة اللي انت عايزة ايه عندي اربع انواع من الاضاءة parallel مقصود بيها ضوء او مصدر اضاءة بعيد بيعمل اضاءة محيطية للمشهد وبيعمل اضاءة عامة يعني زي ضوء الشمس كده مصدر اضاءة من بعيد بس قوي جدا ده البرل spot معناها spot spot اضاءة مخروط اضاءة ببدأ اوجهه على منطقة معينة من الصورة عشان ابدأ اضيفها point مقصود بيها نقطة اضاءة زي المسباح بتاع الاضاءة العادي بتاعنا ممكن اضيف اكتر من نقطة اضاءة علشان تضيء المشهد بتاعي بس طبعا بتبقى اضاءة مش قوية جدا مش زي طبعا البرل ولا الاثبوت كمان الاثبوت ممكن اوجهه على منطقة معينة ويبقى موجه بحيث انه يضيء لي بشكل افضل او ambient ambient ده مقصود بيها اضاءة ملهاش مصدر يعني ملهاش موقع مفيش متقدرش تحدد مكان الاضاءة دي فين بس هي اضاءة محيطية بتضيء المشهد ككل بشكل عام بس ملهاش مكان ملهاش موقع انما كل التلاتة اللي فوق دول لهم موقع انت تقدر تتعامل مع الموقع ده تنقل وينين شمال فوق تحت انما دي لأ دي مصدر اضاءة عام ملوش مصدر يعني ملوش موقع وبالتالي كمان مش بيعمل shadows يعني لما يسقط الدوق ال ambient ده على اي عناصر مش هيعمل لها زلال طبعا اي نوع من دول هتتعامل معا بنفس الطريقة فتعالى مثلا نختار spot يبقى ده مجرد spot للاضاءة او مخروط اضاءة موجه زي الاسبوتات اللي بتتباع في السوق دي طيب مواصفات ده كله هحددها دلوقتي بس تعال نضغط اوكيه الاول وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل اوكيه كده ضاف لي مصدر الاضاءة بالشكل ده هكو في مصدر اضاءة هكو تم اضافته الى الصورة طبعا ده المخروط بتاع الاضاءة مضيق جزء معين من الصورة والباقي طبعا فيه ظلام حواليه خلي بالك انا قبل ما اضيف اي مصدر اضاءة المشهد بيبقى مضاء بالوان الصور انما اول ما اضيف مصدر اضاءة خلاص يعتمد بقى على مصدر الاضاءة اللي انا ضفته والاضاءة تبقى من خلاله طيب المصدر بتاع الاضاءة ده عامل زي الكاميرا برضو ليه محاور اهيه انا ممكن اسحب كده الاضاءة يمين عشان اضيق الجزء ده كده فوق زي ما انت شايف بيتحرك مصدر الاضاءة معايا او طبعا في العمق عن طريق المحور زد كده ابدأ اطلع بره او ادخل جوه زي ما انا عايز يبقى ايزا ده مصدر الاضاءة اللي انا ضفته طب تعال انعدل مواصفاته بقى انا قلتلك ان انا ممكن اعدل مواصفاته بعد التصميم لو دست ال double click هنا هيبدأ يظهر لي بالشكل ده طبعا نشوف اللي ظهر قدامنا ده انا ممكن اعدله من هنا ازاي اولا لو انا غيرت مصدر الاضاءة من هنا ممكن يبلك الفرق ما بين التلاتة طبعا ده المخروض بتاعي او ال spot لو اخترت parallel اهو هيجيب لي برضو مصدر للاضاءة ممكن اتحكم فيه بالطريقة اللي انا عايزها بس ده مش موجه ده بيبقى عام شوية point ادي نقطة الاضاءة هي نقطة زي مصباح اضاءة ممكن برضو انقله وحركه في اي مكان انا عايزه زي ما بقولك ده بقى اضاءة عامة بتضيق المشهد ككل ومفيش مصدر لها فيش نقطة قدر اتحكم فيها طيب نرجع نخلينا تاني spot بيقولي طب لون الاضاءة ايه هو الطبيعي ابيض انما انا ممكن اضغط click هنا وابدأ اختار اي لون اضاءة انا عايزه احمر شايف الاضاءة بتتغير بقى باللون اللي انا بختاره من هنا او طبعا ممكن انا اختار الايدروبر وابدأ اختار اي لون انا عايزه ولكن انا حرجع تاني ونعمل شوية تأثيرات حلوة على الصور بتاعتنا طيب الانتاني ستي دي شدة الاضاءة انا ممكن ازود من هنا شدة الاضاءة زي ما انت شايف الاضاءة بتزيد بشكل قوي جدا اهي او طبعا اقللها زي ما انا عايز بقى بالقيمة اللي انا عايز هتوقعا كده لو بالسالب هيبقى ضلمة ولو بالموجب هيبدأ كده تضاء الصورة او المشهد ككل على فكرة مش صورة معينة ده كل الكمبوزيشن بيضاء بالقيمة اللي انا بحددها هنا طيب الكون انجل طبعا ده مخروط قلنا والمفروض المخروط ده بيبقى له زاوية اضاءة فانا ممكن هنا اوسع الزاوية او اقللها بحيث ان انا اقل القيمة الاضاءة كده المخروط بين قدامنا هو صغير وانا قللت قيمة الاضاءة او كده ممكن اوسعها بالشكل ده طيب بيقولي كمان هنا الكون فيزر اللي هو درجة التلاشي او التنعيم على حدود المخروط او الاضاءة بتاعتي ممكن طبعا ازودها اعمل كده تنعيم للحواف بتاعة المخروط او طبعا لا براحتي اعملها فانخليها كده ونزود الانجل شوية عشان تبقى واضحة قدامي بعد كده بيقولي بقى طيب طريقة سقوط الدوق الفولوف مش يعني هتبقى مؤثرة قوي انا لو اخترت نون يبقى انا كده اعتمد على المخروط نفسه اللي ينزل الدوق انما هنا ممكن برضو احددها تبقى سموس يبقى فيه تنعيم شوية كده او يبقى الدوق نازل عن طريق مخروط او المخروط ده يبقى شكله يعني كأنه مربع او مستطيل ويبدأ الدوق نازل منه انا اخترنا لان انا ممكن اعتمد على دول هما دول اللي بابدأ احدد الفيزر بتاعي يعني الفيزر ده ممكن الى حد ما يشبه الاسموس اللي هنا وابدأ انا احدد الطريقة اللي انا عايزها من الزاوية ومن الفيزر ومن ما ليش دعوة دي طيب يقولي تحب اعملك شادوز للعناصر اللي موجودة في الصورة يعني الدوق ده ينتج عنه ان يبقى فيه زلال اه خلي فيه زلال بعد كده بيسألني طب الزلال دي بقى عايز شدتها تبقى عاملة ازاي عايزها تبقى غمقة قوي الزلال دي كده مية في المية او ازيد ولا تبقى فتحة لو قللت القيمة عن مية طبعا ممكن انا حدد من انا عفكرة كل ده بحدده من خصائص الاضاءة زي ما هنشوف كمان بيقولي shadow diffuse او مدى تشتت الظل على حواف الاضاءة بتاعتي برضو خليها بالقيمة دي واما اجي اعمل ظل هنبدأ نغير في القيم دي حبان قدامي اكتر وحضغط اوكيب انا كزا بط ايه الاضاءة طبعا كل ده بقى انا ممكن اعمله من الخصائص اللي هنا هتلاقي فيه حاجة طبعا في اللايت اسمها ترانسفورم دي الحاجة العادية بتاعتنا ممكن ابدأ اماشي المخروض دايمين فوق تحت شمال اعمله الروتيشن زي ما عملنا قبل كمع كل العناصر بتاعتنا انما كمان ممكن ابدأ اعمل خصائص اللايت اوبشن اللي انا لسه مرها لك دلوقتي الانتنستي والكالر والكون انجل والكون فيزر كل الكلام اللي احنا قلنا دا حلاقي برضو ممكن اغيره من هنا وغيره بقى من هنا مع الوقت انما من هنا انا بغيره في البداية مش مع وقت يعني ما فيش كيف ريمز انما هنا ممكن اغير دا مع كيف ريمز طيب تعال نعمل حاجة كده وليكن مثلا انا حبدأ اماشي المخروض دا من اليمين للشمال يعني اجي على البوزيشن بتاعه اسجل كده بوزيشن بس ارجعه في الاول مثلا هنا كده بالشكل دا واحاجة اسجل بوزيشن وبعد مرور شوية وقت حبدأ اسحب ال اكس دا اجيبه هنا كده عشان يمر الاضاءة عندي بالشكل دا يعني لو عملت دلوقتي بلايه هتلاقي الاضاءة بدأت تمشي بالشكل دا على الصورة بتاعتي او على الصور بتاعتي لان كمان كلمة ميوزيك دخلة معايا في الموضوع كعنصر يعني وممكن اجي ازود شوية options بقى من اللي موجودين هنا يعني ممكن برضو اجي ازود شوية الكون انجل مثلا في حاجة عند الكون انجل هنا كده واسجل القيمة دي بصفر او بالقيمة اللي موجودة عليها دلوقتي اللي هي 62 في المية وبعد شوية كده ممكن ازود الانجل بتاعته تبقى عاملة كده بحيث ان هو مع المرور الوقت يبدأ يتحرك والكون دا بيجبر فالاضاءة بتزيد عندي في المشهد بالشكل دا طيب ممكن كمان ابدأ اغير لونه اقول له كمان غيرلي الالوان بتاعت الاضاءة دي اثناء المشي منين هتلاقي هنا الكلر ابيض انا ممكن اسجله ابيض اوكي وبعد شوية وقت كده هنا مثلا ارجع اخلي لون اخر غير الابيض وليكن مثلا حاجة من درجات اللبني دي كده يبه حيبدأ يتغير الاضاءة هتتغير مع الوقت تبقى عاملة كده ممكن ابدأ بعد كده شوية كمان ارجع الاضاءة اغير تاني الوزيشن هنا ابدأ اغير الاكس مثلا كده علشان يبدأ الاضاءة تضيق المشهد كامل تاني كده مثلا يعني كل ده يعني كيف ريمز انا بعملها عشان اعمل اللي انا شايفه ده في المشهد كل ده عن طريق الاضاءة طيب فين بقى الزلال يعني احنا مش قلنا فيه حاجة اسمها زلال انا ممكن اضيفها طيب تعالي هنا مثلا كده في الجزء ده تعالي نشوف فين الزل ده انا المفروض يعني كلمة ميوزيك دي عايز يبقى لها ظل طيب عشان تخلي الزلال دي تتفعل لازم تعمل الاتي هتدخل جوه اللي انا عايز تفعل فيه الظل وليكن الميوزيك ده كده طبعا انا عندي تكس ترانسفورم واي سري دي لير بيبقى فيه حاجة اسمها ماتيريال اوبشنز ما اتكلمناش عليها قبل كده بس لو انت فتحت الماتيريال اوبشنز دي هتلاقي فيه حاجة هنا اسمها cast shadows ومكتوب جنبها off يبقى معناها الزلال بتاعت الكاستس النتكة عن الاضاءة دي الغيها انما لو انا عملتها on يبقى انا كده بفعل الزلال دي ومفروض تبان ولو عملتها only انا عندي ثلاث اختيارات هنا only off on on معناها شغل الزلال فتبان مع الكلمة وoff معناها ما تفعلهاش وonly معناها بين للزلال بس فطبعا اما عملت on لي هو اخفى الكلمة والمفروض انه باين الزلال بس ها انش شايف اي زلال يعني اما عملت on حتى اهي مفيش زلال لا اول مفروض عمل الزلال بس لازم تبعد background دي عن الكلام عشان الزلال تبان لان كده الظل على الحيطة على طول او على الصورة اللي في background فمش باين انما ابعد شوية كده الحيطة اللي في الخلفية او الصورة اللي في الخلفية عشان الظل يبدأ يبان فانا ممكن امسك الحيطة دي او الصورة اللي في الخلفية وابدأ اسحابها وراء شوية كده هنا بحيث ان الزلال تبدأ تبان هتلاقي بقى فعلا كلمة ميوزيك ايه بدأت الزلال بتاعتها تبان وممكن لو انا غيرت الزلال بتاعت اللايت اصلا زي ما قلتلك قبل كده بقى shadow darkness ابدأ ازود حدتها شوية او اغمق الزلال تبان غمقه كده وكمان shadow diffusion هبدأ برضو التشتت بتاع الزل يبدأ يجبر شوية بالشكل ده واقلل شوية يعني عشان الزل بس يبدأ يبان قدامي هتلاقي فعلا بقى فيه ظل هنا ولو انا فعلت برضو الزل على صورة البنت دي مفروض يبان يعني لازم برضو ارجع انا للصورة نفسها اهيه ويجي عند الماتيريال اوبشنز وفي الماتيريال اوبشنز هنا حاجة في الكاست الشادو اخليها اون هتلاقي فعلا الزل يتفعل اهو طبعا لو انا عملتها اون لي يبقى هو هيحط الزل بس زي ما انت شايف ويشيل الصورة نفسها انما لو عملتها اوف لغى الزل خالص اون خلى الزل موجود بالشكل ده طبعا تبدأ بقى تعمل اللي انت عايزه بالاضاءة طبعا خلي بالك كمان الاضاءة او الزل بيتحرك معها الاضاءة يعني طول ما الاضاءة بتتحرك المفروض الزل بيبدأ يتحرك معاك فلو انت عمل حركة كويسة الاضاءة هتلاقي فعلا الزل كمان بيبدأ يتحرك حسب بقى الاضاءة تكبر تصغر تتحرك فالظلال بتبدأ تتحرك معها طبعا موضوع مفيد ومهم جدا وبضيف بيه تأثيرات جميلة جدا على الصور لو انت عملته بشكل مظبوط مع بقى الكاميرات تبدأ بقى تعمل اللي انت عايزه يعني انا ممكن في المشهد ده كمان اضيف كاميرا مع الاضاءة اللي انا اضفتها خلاص انا اضفت اضاءة دلوقتي تعالى بقى نضيف كاميرا ممكن انا دلوقتي اقفل كل دول ممكن اضغط على حرف ال اي اقفل كل هو وابدأ دلوقتي اعمل نيو واضيف كاميرا كمان مع الاضاءة اللي انا اضفتها فانا اضفت اهو كاميرا دلوقتي وتعالى بقى الكاميرا دي انا ممكن ابدأ احركها زي ما انا عايز ممكن افتح بقى خلينا في الزد بتاعها بس ارجع وراء كده خالص الاول وحاجي عند الكاميرا في الترانسفورم واشغل البوزيشن وابدأ اتحرك شوية مع الوقت كده بحيث ان انا ممكن اغير البوزيشن بتاع الكاميرا فوق تحت يمين شمال سيما نعايز خلينا في الزد مثلا هابدأ اتحرك كده شوية مع الوقت كده بحيث انه يعمل لي الحركة دي تعال اعمل بلاي كده الاضاءة مع الكاميرا شغالين اهو الاضاءة بتبان قدامي والكاميرا شغالة بس خلي بالك باقي من حاجة لو انت لاحظت هنا دايما هتلاقي مكتوب هنا كده معناها ايه معناها الوقت اللي انت شايفه والحركة اللي انت شايفها دي مش الحقيقية لانه اثناء ما بتعمل بلاي لأول مرة بعد اي ايداتينج بيبدأ يعمل رندر فبياخد وقت شوية عبل ما يخلص وبيكتب لك هنا ان الوقت ده مش دلوقت الحقيقي انما بعد ما يخلص اول بلاي طول ما انت معدلتش ولا حاجة لو رجعت تاني دلوقتي عملت بلاي حيورهولك بقى بالطايم الحقيقي وبالشكل الحقيقي اللي انت شايفهو كده بالشكل ده انما لو عدلت اي حاجة حاجة لو صغيرة مسلا عدلت القيمة دي كده مسلا لو جيت عملت بلاي دلوقتي هتلاقيه المفروض كاتب لك اهو يعني هو بيعمل رندر اثناء التشغيل لأول مرة بحيث انه ينفذ او يخليه بعد كده يبان البريفيو بتاعك بشكل سليم فحتستنى بس اول مرة وبعد كده خلاص لو رجعت وعملت بلاي هتبدأ تشوف المشهب بقى الكاميرات والاضاءات اللي انت عملتها بشكل مزبوط اشتركوا في القناة